احتضنت القاعة لمتعددة الرياضات حمو بوطليس بوهران نهائي كأسل لواء المدير العامل الأمن الوطني لكرة القدم داخل القاعة بين فريق أمن وليد بشار والفريق الممثل لمديرية الأمن الوطني في أجواء تليق بسمعة الحدث مبادرة راهية سنوية تعودت عليها المديرية العامة الأمن الوطني وكرستها في البرمجة في إطار تنشيط ممالسة الرياضة وخاصة كرة القدم وهي الرياضة الشاهيرة والمشهورة في الجزائر وحتى في معظم الدول نحن نكون مصرورين بوجودنا في هذا المقام حفل النهائي الذي عرف تتويج الفريق الممثل لمديرية الأمن الوطني أعتبر ناجحا بكل المقاييس حيث عرف حضورا كبيرا لسلطات المدنية والأمنية تقريب مصالح الشرطة بينها سواء العاملة بالعاصمة أو بكافة أنحاء القطر الوطني كما تلاحظون كان هناك إقبال لبس به من كل الفئات هنا في وهرم وهر تعتبر مدينة رياضية بكل مقاييس ونحن نثمن مثل هذه المبادرات وكذلك السيدليوية أهمية كبيرة للرياضة اللي رهي منتشرة بقوة في صفوف الشرطة لقوية أول العقل والتفكير إضافة إلى هذا ربط العلاقات مع المواطنين ولمكافحة خاصة لمكافحة الجرائم حفل الاختتام كان مناسبة أيضا لتكريم إطارة الأمن الوطني وعلى رأسهم المدير العام عبد الغاني الهاملة على دعمه الكبير لتطوير وتأمين مختلف الفعالية الرياضية على المستوى الوطني شكرا للمشاهدة